وضعت الدولة نصب عيونها تنمية كافة مناطق الجمهورية والاستفادة من الإمكانيات والقدرات التي يتسم وتمتع بها كل إقليم ومنطقة وإتي ذلك لخلق تنمية تحقق التكامل بين أقاليم الدولة المختلفة في إطار التنمية الشاملة لمصر مجهود ضخم ومردود عظيم معادلة تختصر ما شهدته السنوات الماضية في ملف كان يهدد المواطن وهو تطوير المناطق غير الآمنة وبناء مدن جديدة تليق بالمصريين من تل العقارب إلى بشائر الخير ومن الزرائب إلى زهور مايو ومن الهجانة إلى مدينة الأمل ومن عزبة أبو قرن إلى المحروصة وغيط العنب والأصمرات وغيرها الكثير من المناطق التي تحولت إلى مجتمعات متكاملة تغيرت فيها معالم حياة أولئك الذين سكنوا المناطق غير الآمنة والتي كانت أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة عبر عقود بل إن الأمر واصل إلى حد أن البعض كان يضرب المسألة بها كان مزج للحياة البائسة التي تعيشها شريحة من المصريين ميزانية بالمليارات خصصتها الدولة منذ عام 2014 للقضاء على المناطق غير الآمنة حيث استفاد واحد واثنين من عشر مليون مواطن من تطوير هذه المناطق التي بلغ عددها سلاسة مائة وسبع وخمسين منطقة في خمس وعشرين محافظة بإجمالي مائتين وستة وأربعين ألف وحدة سكنية وبتكلفة بلغت سلاسة وستين مليار جنيها كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض التطوير والتنمية طال كافة ربع الدولة فمحيط أسور مجر العيون كان هو الآخر على موعد مع التطوير لتلك المنطقة التي تعد مدخلاً لمنطقة القاهرة التاريخية التي أصبحت هي الأخرى محط أنظار المستثمرين العالميين ليس هذا فحسب بل إن بناء المدن الجديدة حقق استغلالاً أمسل للأراضي غير المستغلة بربع الدولة ويسهم أيضاً في توفير فرص عمل جديدة وتنمية اقتصادية مستدامة مع تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي فضلاً عن أن المدن الجديدة تلعب دوراً مهماً في تحسين جودة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال التصميم البيئي المستدامة واعتماد تكنولوجيا الطاقة المتجددة وإدارة النفايات بشكل فعال بمدن الجيل الرابع التي بدأت تنتشر بأنحاء الجمهورية إذن هو اهتمام مستمر من القيادة السياسية لخلق تنمية تحقق التكامل بين أقاليم الدولة المختلفة في إطار التنمية الشاملة للدولة المصرية حيث وضعت الدولة نصب عيونها تنمية كافة مناطق الجمهورية والاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يتسم ويتمتع بها كل إقليم ومنطقة